رمضان كريم وبعودة لأيام يا رب دايما علينا بألف صحة وخير جميعا إن شاء الله بمعدة ورحمة وتسامح وتفاقل دايما إن شاء الله يا رب مش بس في رمضان في أيام السنة كلها هنبتدي النهاردة نكسر سيامنا بإيه يا ترى؟ بشربة وصلطة فطار من غير شربة وصلطة مش مسموح عبدا السنة دي كمان خصيصا علشان أنا هعمل معاكم 30 نوع شربة مختلف و30 نوع صلطة كل نوع أحلى من اللي قبله هنشوف النهاردة شربتنا من مطبخ الجنان كده هتبقى إيه شوية يعني هي حاجة أسيوي بس هنعملها بمقدير مطبخنا المصري أو مقدرنا العربية الموجودة وبطريقة يعني مستصاغة لنا إحنا ناكلها شوية توابل هنشيلها كده من مطبخهم الأسيوي شوية وهنعمل شربة رز بالفراخ شربة رز بالفراخ يعني نشويات يعني بروتين حيواني يعني مش محتاجة حتى طبق أساسي على الفطار شوية رز بيتين من المبارح أو أنا عندي كوباية رز ناشف وعندي دبوسين كده غلبانين في الفريزر فقلت أعمل بيهم شربة يمي 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 عبار عن عندي دبوسين تلاتة فراخ وعندي معلقة سوري مش معلقة كوباية رز وعندي بصلايا متقطعة الشرايح البيض مسلوق اختياري بس هي أساس الشربة إن هي بتحط عليها بيض مسلوق وشوية كرفس والتوابل بتاعتهم وعندي جنزبيل ومعلقة التوم وكده عملنا طبقه نشرق أسيا بس في مطبخنا المصري وهنفطر به فطار كويس قوي 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 وأضمن لك إن هو هياخد حجم كويس كده في المعدة النهاردة فمش هتدوسي قوي في الأكل الأساسي ونرجع نقول تخننا وما تخنناش نعين نشوف هنبتدي شربتنا ازاي هحط شوية زيت وعلى طول هنزل على الزيت بمعلقة التوم وعلى التوم ده أنا عايزة أنزل يعني أنا كنت ناوي بشورو بس مرقيتش المبشرة أنزل شريحتين كده ممكن حسب دي شوية أنزل شريحتين جنزبيل كده تمام هشوه دي تشويحة كده أنا عايزة لون بس التوم يتغير كده ياخد لون دهب يعني وعلى طول هنزل بالبصلة هكمل تشويح البصل والتوم يعني عدد السايمين بيزيد كل سنة ما شاء الله يعني حوالين العالم كله يعني في الكرة الأرضية يعني شرق أسيا كمان أو عموما يعني بما إحنا بنتكلم نهاردة على شربة شوية من المطبخ الأسيوي في ناس كتير جدا 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 صايمين في المنطقة دي شوية ابتدى كمان عددهم يزيد من سنة لسنة هم أصلا كتير ما شاء الله من غير صايمين أو مش صايمين هم ما شاء الله كتير كتير بس عندهم كل حاجة نظام حتى لما بيكتروا ما بيحسوش بالزحمة دي يعني أكلهم خفيف بيعتمدوا على روز جدا في روز بسماتي طبعا مسلوء يعني عشان نشا بتاعه ما بيبقاش زيادة إحنا نستمم روز عادي من مطبخنا العادي النهاردة يعني بس بيعملوا دايما توازن فأكلهم مش بس فرمضان عموما يعني عشان كده مهما يكلوا نحس ان هم رفيعين كده ما شاء الله هحط الفراخ وهنزل على الفراخ بالتوابل على التوابل بتاع الشربة ما فاش اي حاجة غير ملحة وفلفل الجنزبيل قايم بالدور تمام يعني ومش هحط كمان فلفل كتير علشان اصلا الجنزبيل كده كده شوية يعني بيحرق رشة مالك هونه وهيدها تقليبتاني باسيطة كده كمان لو حد عنده في البيت الواك اللي هو التاصة الغويتة دي اللي هي بتعمل فيها كل الاكل الاسيوي سيني تايلندي الواك ده كمان درجة حرارته بتخلي الاكل بسرعة قوي لو هو موجود طبعا مش كلنا يعني عندنا الواك ده لو موجود بيخلي الاكل بسرعة جدا جدا يعني هشوح بس الفراختة شوية كده هلو معطبرة يعني وهي بتتشوح كل ما هعمله انا عايز احط في الشربة عدين بصل اخدر ممكن يتحط عليها كمان كرافس بيبقى حلو قوي قوي عموما الشربة خلي فيها دايما كرافس يعني كده تمام هشوح بس جديد واكد دول كده يعني الريحة عندنا هنا قلب الستوديو ريحة حلوة جدا جدا طرع من الجنزبيل كده والبصل وطوم ريح حلوة قوي قوي حتى لو اليوم ده عندك كده حاجة خفيفة او بواقي من اكل مبارح وهو ده هتخطيه على صفرتك النهاردة في رمضان مش محتاج ان انت يتعملي لحمة وفراخ ولازم مش عارف ندخل بقى بتقولينا في ايام رمضان بحسها سراعي يعني مين هيعمل اكتر اكل على الصفرة حتة فراخ صغيرة موجودة من مبارح دخلتها في شربة فجدتي من الشربة ان انت هتعمليها وفي نفس الوقت عاملة رز فيها يعني حاجة خفيفة خفيفة كده طعمها حلوة جدا 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 صدقيني والمكونامتي بيتهاقلي مش غريبة عننا يمكن هو البيض المسلوق مش عايزة تحطيه ممكن ما تحطهوش بس لو فيه ولاد صغيرين كمان لسه بيتدوا يتعلموا السيام شوية كل الولاد بيحبوا البيض مثلا فهتشجعيهم ان هم ياكلوا مع الشربة البداية كده خد بروتين من البيض وخد بروتين كمان من الشربة نفسها من الفراخ هحط على طول دلوقتي الشربة هاخد تقليبة كده وعلى طول هحط كباية الرز اني عندي يعني الماية اللي انتي حطاها احنا ما بنعملش رز يعني احنا متعودين ان الرز مقدار الرز هو هو مقدار الماية احنا بنعمل شربة فشوية هتبقى هنحط ماي اكتر وف نفس الوقت احنا عايزين ان نقاف عليها وهي بتغلي علشان ما يتعجنش من النانا ولو حصل ان القوامها تماسك اوي هوا يمفروض هيك غوام الكريمي كده وانناس هتتخضيoine شربة يبقى غوامها كريمي وتقيلة بالرز يا جماعة عادي جدا حانا متعودين تل عمرنا والدنا اول ماو نبدأى اكليهم شربة على رز كلس يكون اجب بقى اساسية لماذا؟ لان الولاد لا يعرفوا يهدوموا جيدا انا بالنسبة لي الشربة كمان تساعد على الهدمة في رمضان فنعمل معدتنا كده انها حاجة لسه يعني طول اليوم فاضية نعمل انها حاجة بيبي صغيرة كده فهنحط مقدار الماء ازيت شوية من مقدار الرز عايزة تزاوديها سنة كريمة ممكن وسانا قلتلك هي مطبخ اسياوي بس انا عاملاها بمقديري الموجودة بالنسبة لي محدش يزعن مني عشان انا قلت يا جماعة عاملوا معدتنا انها يا بيبي زي بيبي الصغير لما بنبتدين اكله رز وشربة في ناس والله كبار جدا انا شخصيا يعني بالنسبة لي طبق الصغير ده اللي هو وانا بأكل بنتي على فكرة بروح ضربة جنبها كده رز على لحم على ملوخية رز على لحم على شربة اي حاجة كده تتزلط يعني احنا بنقول عندنا في مصر كده اي حاجة تتزلط بسرعة كده احنا صايمين بتبقى زي معدة البابي ما عندهاش استعداد ان احنا ننزل على طول كده بتقولين عليها بكل الاكلة كده تمام انا ممكن بس اروح حوالي عايز هتغلي غلوة كده وهروح حوالي شمح ده جدا خالص وكل اللي هعمله دلوقتي انا هبطي الشربة بتاعتنا وهسيبك فاصل صغير قد كده النهاردة من مطبخنا الاسيوي اللي هنكسر به سيامنا بشربة الرز بالفريخ بتاعتنا وايو عايز تروحي في حقيقية حتة عشان لازم ترجعي تشوفي معزومنا التاني اللي هو طبق الصلاة المعتبر هنعمله منين النهاردة وهنعمله ازاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة